قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بجولة مفاجئة لمحافظة البحيرة لمتابعة انتظام سير العام الدراسي 2024-2025 وتحدث الوزير مع الطلاب حول الصعوبات والمشكلات التي تواجههم داخل المدرسة ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية كما حرص الوزير خلال جولته بمختلف مدارس المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزرية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسي والتحقق من نسبة الكثافة في الفصول